الخبر أول الذي عادنا على القمر الطاي والكلام الصادم الذي نزلته وتهجمه سبع على المتابعين والكلام الخطير الذي قالته طبعا يا حثت هذا الكلام يا حبايب اللي شاد منزلته على التليجرام سبب كثرة السب والتهجم اللي اجاهها بعد الكلام فنزلت شوية كلام على التليجرام وهذا كلام شدت قلبي راح احتي شي موجهة جماعة الانستغرام اللي يعرفون روحهم لماذا راح تبقون هيج تلحون وبس باقت ايشون حياتي بدالي اليوتيوبر كلهم الكبار والصغار يسحبون ايام واسابيع ومين يشرون شي وما حد يقولهم شي انا اسحب يوم الناس تبزي تنطيني دروس بالحياة خير ترى انا صحة صغيرة بس عقلي مكفيني وعرف شو انتصرف لسه قبل يومين جيت فاتحة بالثوث كل بث ساعتين اتفعل انستو ونزل تيك توك حسا سحبت يوم صرت ما اعرف اش طغول سوري بس هذا الشغلي مش شغلكم هي قاعدة تهجم على المتابعين لان هما مشتاقلها ويريدوها تنزل هواية مقاطع ويتفعلون وياها فهي قاعدة تتهجم عليهم انه ليش تطلبوا من هذا الشي المفروض انه ما تطلبوا من عادة هوية الصنافة براحتها ورجعت كملت وقالت انا عرف شو انشتغل وشو انستغل نفسي وشو هرتي وشو انليفيدني وشو انليليفيدني واحد من يفوت يشوف يريد كلام حلو زين ناس تفتهمه لا انا اشوف ناس انطين يدروس بالحياة ادروا شنو انتو عايشين ويايا لو تعرفون انش دا سوي لو ليش ساحبة او ليش ما نزل لو تحكمون على الاقتباس دا نزله رغم انو انا قال انو هذي الاقتباسات مالش اغلبية واليوم كلش اني طالعو دا اشتغل وروحي اركض يمين ويسار وعندي الف شغلة وادخل اناس تكتبلي كافي تقعدين بالبيت وتتكاسلين قوم اشتغلي متعرفون تشتغلين دمرتي نفسك خير كل مرة اقول هسكت بس كافي رجاء انا اتحمل كلشي بس ما اتحمل احد يحجي على لساني ويسوي روحي يعرف انا اش دا سوي وعايش حياتي وانتو كلش متعرفون كافي تدخلون بحياة الخاصة كافي انا حرة لو ابقى السنة ما اتفاعل صراكنا مكلش غريب ورجاء تكملت وقالت انتو متعرفون اش داعيش اش دامور اش دا سوي انا مو روبوت والمكينة حالي حالي يوتيوبر كلهم معرفهم يسحبون ايام واخر شي كل يومين او ثلاثين نزلون ستوري او ستوري ما احد من متابعهم يحجي طبعا مثل ما اعرف انه قمر طايم وحبينها هواية فالمتابعين حبوها انه يتنزل هواية اكثر من باقي اليوتيوبر فهي منعنا ما متريد انه متابعين يحبوها بشكل كبير اريدوها تدعملوها مثل اي يوتيوبر عادي اما اني لازم انزل ورجعت كمله طبعا وقالت قلت انه هي لازم تنزل مليون ستوري ومليون مقطع وتيك توك والاستغرام ومدرشينه ومحسسيني عمري خمسة سنينه وما اعرف اصرف لو محسسيني اول مرة ادخل بهالمجال صلي اسبوع داخلته وما اعرف ترى اول برحة صلي سنتين بالضبط من داخل السوشيال ميديا يعني تفصد انه يصار لفترة هواية بالسوشيال ميديا ليش انتجاي نتعلموها وتقول انه شفت اللي ما احد عاشه واشت اللي ما احد عاشه وتقول بعدين يجي شخص مجرد يتابع ومعايش اي شي بالسوشيال ميديا معايشته ويشوف يقولي ايتي تتشتغليني غلط وتعلمني كل شي لاحد يجيهم شغلي لاناني بعمر صغير دع تحمل ضغط وطاقة كلش فوق طاقتي ورجعت كملت وقالت انه شغلي مفروض يكون مقصرة بي ومع كل شي مستمرة بي ونجحت نجاح الظل سنين انا نجحته بس مجرد سبعة شهر هو كي طبعا متابعين يحبوها فقدرون ينجحوها بشكل شبير ورجعت طبعا هي كملت وقالت فكافي احب امدح متابعين وحبهم ادعمهم باستوصولي الشغلي لا تخلوني اوصل احتي بلا اسلوب يعني ندخلوها انه يتسبهم او تسبكم وهذا الحجيم والكل هذا البعض اللي يعرفوني نفسهم يا اخي ووسطة اقود اتصفح القناس تقولي كافي تنامين ونومي غلط ولعبت نفسنا لا والله اسفى اذروني ما رحنا بعد بالمقابل اكون قاعدة من صباحيات ربي وعندي كوما شغل بس هما لان مناشرة ستوري وصووني مهملة ونومي غلط ولعبت نفسهم واني مليوم ورايح رح اقضيها على مزاجي شوكت ما يعجبني انزل وشوكت ما يعجبني ما نزل بعد ما اضغط نفسي لان محد يقدر وطبعا تقول مولكل ولكن بعض من عدهم صراحة الكلام اللي قالت كل شي غريب ما دري صراحة شو رأيكم انتو كفان زاد قمر الطاي شو رأيكم برد اللي كانتها ولتهجوا من هجمتها عليكم تمنع بالكومنتات هل انتو اياها او انتو ايا ضدها ما در صراك توله بالكومنتات وبالختام يا حبايب عن مريم زعيتر واللي هي تطلعوية جواني وخطوبتها اليوم يا حبايب كان خطوبتها نشرت شوية ستوريات عن الخطوبة طبعا جواني لأسف ما كانوا ياهم ولكن نزل ستوريات يبارك المريم هذا هو خطيبها اللي ان شاء الله حيكون زوجها الله يتمام على الخير يا رب والله يعفضهم البعض وان شاء الله يزوجون بأسرع وقت ان شاء الله الف مبروك مريم وان شاء الله الف مبروك هذا الشخص اللي مارشين اسمه رحتكم ستوريات جواني يشوفوها اكتمنوا بكومنتات وباركولها على الخطوبة انا رفقاتي كل واحد خطبوا والبناطي خطبوا وهو انا مقضيها مبروك 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 خلصونا با يا خي خلصنا يا زينا ما درجع عند اهلي اتجواج يا خي ايش باعوا اتجواج ايش باعوا اتجويا واجمل اخي واجمل بالنوت خلص لي عروفته اتجو بحياتي ماري اقيف يا ماذاعتم ه lots of اشتركوا في القناة احبكم مع السلامة